هذا وقد رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقمة الكوريتين ووصفها بالتاريخية لكنه حضر من أن الأمور لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت وكتب ترامب على تويتر أن الاجتماع التاريخي بين الكوريتين يأتي بعد عام مليء بالتجارب النووية والصواريخ معتبرا أن الحرب الكورية على وشك الانتهاء وعلى الولايات المتحدة وشعبها أن يفتخر بما يجري على حد قوله